الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 سيلندر هاش 4 انجكتور سيركيت لو ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع رمز مشكلة OBD270 هو رمز مجموعة نقل عام عام لجميع المركبات على الرغم من أن مرجع الرمز هو نفسه قد يختلف إجراء الإصلاح إلى حد ما مع الشركة المصنعة يشير هذا الرمز إلى أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد واجهت حالة جهد منخفض تنطوي على حاقن الوقود للأسطوانة رقم 4 في ترتيب الإطلاق باختصار هذا حاقن الوقود معطل لسبب من الأسباب المتنوعة من المهم تشخيص هذا النوع من المشاكل وإصلاحها في أقرب وقت ممكن عندما يتعطل حاقن الوقود فإنه يتسبب في تموجات أسفل الخط مما يعني أن معلمات تشغيل المحرك تتغير بسبب الإشارات المختلطة في PCM إذا تم تقليل نمط رش حاقن الوقود فسوف ينتج خليط قليل الدهن يبدأ التموج يشير مستشعر الأكسوجين إلى خليط قليل الدهن إلى PCM ردا على ذلك فإنه يثري خليط الوقود لجميع الأسطوانات ينخفض الاقتصاد في استهلاك الوقود تتسبب الأسطوانة ذات الحاقن الخاطئ في خليط قليل الدهن يؤدي بدوره إلى ارتفاع درجة حرارة رأس الأسطوانة مما يؤدي إلى التفجير يستشعر مستشعر الطرق التفجير ويشير إلى PCM الذي يستجيب بتأخير التوقيت يعمل المحرك الآن بشكل خشن ويفتقر إلى الطاقة هذه ليست نهاية تأثير التموج لكنها تعكس الفكرة العامة مخطط المقطع العرضي لحاقن وقود السيارات النموذجي مقدم من ويكيبيديان برو لايفك الأعراض قد تشمل الأعراض المعروضة لرمز P0270 ما يلي سيضيء ضوء فحص المحرك وسيضبط الرمز P0270 سيعمل المحرك بشكل أكثر صرامة من المعتاد نقص الطاقة A سيؤدي الانخفاض الكبير في الاقتصاد في الوقود إلى الأسباب المحتملة لهذا DTC تشمل حاقن الوقود القذر الذي يزود الأسطوانة الأربعة حاقن الوقود المعطل حاقن الوقود المسدودة فتح أو قصور في تسخير حاقن الوقود موصل حاقن الوقود المتآكل أو المتآكل التشخيص الإصلاح بشكل عام هذا النوع المشكلة هي إما موصل كهربائي فتفاض أو متآكل على الحاقن أو حاقن معطل قذر أو مسدود أو حاقن سيء يحتاج إلى استبدال خلال أكثر من 45 عاماً وجدت أن الموصلات الفتفاضة أو المتآكلة هي سبب العطل الكهربائي في معظم الأوقات لقد وجدت ولكن بعض الحالات التي أصبحت فيها أسلاك الجهد المنخفض قصيرة أو مفتوحة عند تركها دون إزعاج كانت معظم المشاكل الكهربائية مرتبطة بالمولد وأسلاك الملف اللولبي المبدئي وأسلاك مستشعر الأكسوجين بسبب القرب الشديد من العادم والبطارية كانت غالبية الأعمال الكهربائية تعمل على تصحيح العناصر التي تم تركيبها من قبل العملاء مثل أجهزة الإستريو عالية الطاقة وأجزاء أو معدات أخرى تم تركيبها بشكل غير صحيح تحصل حاقنات الوقود على طاقتها من مرحل مضخة الوقود يقوم PCM بتشغيل الترحيل أثناء تشغيل المفتاح هذا يعني طالما أن المفتاح قيد التشغيل فإن الحاقنات لديها طاقة يقوم PCM بتنشيط الحاقن عن طريق تزويد الأرض في الوقت اللازم والمدة المناسبة تحقق من الموصل الموجود على حاقن الوقود هو موصل بلاستيكي محكم للحاقن مع مشبك سلكي حول الموصل اسحب الموصل لمعرفة ما إذا كان ينزلق بسهولة قم بإزالة مشبك الأسلاك واسحب الموصل عن الحاقنافح حص موصل الحزام للتآكل أو المسامير المدفوعة للخارج تأكد من أن الشفرتين غير مثنيتين في الحاقن نفسه قم بتصحيح أي عيب وضع الشحم العازل وتركيب الموصل الكهربائي قم بتشغيل المحرك والاستماع إلى الحاقن للتأكد من أنه يعمل استخدم فيك طويلا للحاقن والمقبض لأذنك ويمكنك سماعه بوضوح إذا لم تصدر ضوضاء وكوت نقر وكوت مسموعة للغاية فإما أنها لا تحتوي على طاقة كهربائية أو أنها فشلت إذا لم يتم النقر اسحب الموصل عن الحاقن وتحقق من الطاقة باستخدام الفولتيمتر لا توجد قوة تعني أن الأسلاك في مرحل مضخة الوقود في خطأ أو أن لها اتصال في الضفاض إذا كان لديه طاقة افحص كل المحطتين على موصل الحزام وإذا كان سائق حاقا بي سي أم قيد التشغيل فسي شير الفولتميتر إلى نبضات سريعة في حالة رؤية النبضات استبدل الحاقن إذا كان الحاقن يعمل فهو أما مسدود أو متسخ حاول تنظيفه أولا مجموعة تنظيف المحاقن غير مكلفة وستفيد المحاقن المتبقية وربما تمنع تكرارها إذا فشل التنظيف في حل المشكلة فيجب استبدال الحاقن اشتري عبر الإنترنت أو من متجر قطع غيار السيارات تقم تنظيف مباشر للحاقن سوف تتكون من زجاجة منظف حاقن عالي الضغط وخرطوم مع نهاية لزجاجة منظف الحاقن اسحب المصهرة إلى مضخة الوقود قم بتشغيل السيارة ودعها تعمل حتى تموت بسبب نقص الوقود قم بفك وتوصيل خط إرجاع الوقود المرفق بمنظم ضغط الوقود وذلك لمنع المنظف من العودة إلى خزان الوقود قم بإزالة صمام شريدر في منفذ اختبار سكة الوقود قم بتثبيت خط وقود مجموعة التدفق على منفذ الاختبار هذا مرر زجاجة منظف حقن الوقود عالي الضغط على خط وقود مجموعة التدفق شغل المحرك ودعه يعمل حتى ينفذ الوقود سيتم تشغيله على الزجاجة النظيفة وحدها عندما يتوقف المحرك قم بإيقاف تشغيل المفتاح وقم بإزالة خط تقم التنظيف واستبدل صمام شريدر قم بتركيب مصهر مضخة الوقود